كما أعربت مصر عن خالص التعازي والموساة لجمهورية أرمينيا ولذوي ضحايا الانفجار الذي وقع بمركز تجاري بالعاصمة يريفان مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات وتقدمت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بصادق مواساتها لأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين ومؤكدة على تضامنها مع أرمينيا الصديقة في هذا المصاب الأليم